الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سيجازي الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت في هذه الدنيا شاكد الله سبحانه وتعالى قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم سيجازي الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت فمن يعمل مذقال زرة خيرا يرى ومن يعمل مذقال زرة شرا يرى فأما المؤمنون فإلى جنة الله سبحانه وتعالى فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز ولكن المشركين والمنافقين والكافرين فإلى نار الله كما قال الله سبحانه وتعالى وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ذكر لينا مشاهد من مشاهد يوم القيامة قال لينا المجرمين والمنافقين بجمود أنجر الرؤوسهم وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبُصَرْنَا وَسَمِعْنَا يَا اللَّهِ أَنِحْنَا شُفْنَا بَعِيُونَا وَسِمِعْنَا بَيَضْنِيْنَا أَهَا فَارْجِعْنَا قال ليه الله ترجعنا تاني نعمل صالحا إنا موقنون لأنه وكشاف العذاب اتيقنوا وَاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ما بيرجعك للدنيا تاني إنهم إليها لا يرجعون ما بترجع للدنيا تاني قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون شكد الله سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ وقفوا على النار وقفوا والنار يحودي قدامهم دين المشركين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا يا ريتنا ويتحسروا وبندموا يوم القيامة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الموقنين قال ليه الله ترجعنا تاني شأن نعمل صالح نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الموقنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل الله قال شنو قال ولو ردوا لعادوا يعني الناس لقالك نرجعنا تاني للدنيا تاني ما بعملوا صالح في الدنيا هنا بيشركوا بي الله وبيزنوا وبيشربوا الخمرة وما بيصلوا وما بيزكوا وما بيصوموا قال ليه الله ترجعنا الدنيا عشان نوحدك وعشان نصلي وعشان نصوم وعشان نحج الله سبحانه وتعالى ما برجعك إنت بعد ما تشوف النار قدامك تقول لي الله ترجعني الله سبحانه وتعالى ذكرك في القرآن وجاب لك الآيات إنت عشان تعتبر وتتطعز بالآيات في الدنيا قبل ما تشوف يوم القيامة ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الموقنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نو عنه وإنهم لكاذبون شاكده الله سبحانه وتعالى جاب لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة في سرطة البقرة قال إذ تبرأ الذين اتبعوا يا أخواننا في ناس شيوخ فوق ضلال ضلوا الناس وضلوا المسلمين إذا كانوا شيوخ ديل بسوقوك لي طريقة الحق ولي طريقة الهداية ولي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كان ما مشكلة لكن السادة والكبرى بسوقوك لطريقة ضلال شاكده النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين البضلوك ودوك طريقة الشرك وطريقة الكفر بالله عز وجل قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءه العذب يهو شافو وتغطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يا الله ترجعنا للدنيا تاني شاماين أشيرك بيك وندعوك يا الله براك في الدنيا هناك أغا شننا بيقول لنا شنو بيقول لنا السادة السادة أنا عبداليكم نادى وقوم يا أخي ناديهم لي رجال الله البزيلوا البيت ده في الدنيا هنا لكن يوم الغيامة بيجي يتبرأ منك وينكرك ويدك فيك مقلب ويته يوم الغيامة بتتورط بتلقى العذاب قدامك والزولة تضلاك بتشوف يهو دا قدامك بتقول يا الله رجعنا للدنيا تاني وبتندم وبتتحسر وما بترجع للدنيا تاني شاكد الله سبحانه وتعالى قال في السورة الزمر أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من قبله لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لنا كر يا الله لو أن لنا كر فنكون من المحسنين يا الله ترجعنا تاني شاكد الله سبحانه وتعالى جاب لين مشهد إن مشهد يوم الغيامة في سورة الآن عام قالوا ويوم نحشرهم جميعا الله سبحانه وتعالى يحشر المشركين جميعا في نار جهنم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون وينهم ألكنت خاتنهم زعمة ألكنت بتقولوا ديل أولي الله الصالحين البنفعون والبدرون والبنجدون وينهم لهم عاملين زعمة واحد هناك في بحري قال من كراماته عنده كتاب اسمه فيوت البحور المتلاطمة قال من كراماته قال أنا عرشها والكرسي وانا قال أنا للسماء بانيها اسمعوا الكلام دي يا أخوانا قال أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم ياطفيها نحن بناديك الآيات بيجاي وبناديك كلام الغوم بيجاي إنتحكم برك قال نار الجحيم ياطفيها كفر ولا ما كفر شرك ولا ما شرك شكد الله سبحانه وتعالى قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين حلفوا النازل حلفوا في الدنيا هنا كان بيشركوا بنادي شيوخهم والله سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون والله سبحانه وتعالى قال ذلكم ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الله سبحانه وتعالى عنده الملك الكامل لكن ديل الله قال لك ما يملكون من قطمير اللفافة البيضاحة ولناتو التمر قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير شاكيد قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قال والله ربنا ما كنا مشركين شوف الله قال لك شنو قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم النظر كذبوا على نفسهم لأنه في الدنيا دي عارفين نفسهم بقعوا في الشرك بالله عز وجل وفي الكفريات يدعوا غير الله ويتوكلوا عليه غير الله واستعينوا بغير الله عارفين رقبتهم بعملوا في الشرك بالله عز وجل لكن يوم القيامة بيجي عرفوا الحاصل شاكيد الله سبحانه وتعالى قال قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار في صورة العراف قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما جاءت واحدة بتجي تلعان تانية كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا كلهم بيقوا في نار جهنم قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلون قال لي يا الله أضلون يهودين شايفينه الزمان كان بيودون محلات القباب والأضرحة بيقول لنا بنديكم الجنة وبنديكم الزرية وبنشفي لكم مريضكم والولد دار نجح بننجحوا وأي حاجة دائرنا من أعمل لكم يهودين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم ضعفين من العذب هنا زلجوا النار ليه قالوا لأ الله آتهم ضعفين من العذب بيستفيدوا شنو ما بيستفيدوا حاجة لكن لأنه اغتازوا منهم لأنه هنا في الدنيا ضلهم آتهم ضعفين من العذب والله سبحانه وتعالى جاب لينا مشهد من مشاهد يوم القيامة في سورة إبراهيم قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع لأنه أصلا الحيران بكونوا متابعين الشيوخ بتاعنهم الناس اللي بأصلوا للضلال والبنشروا الكتب ديال قاعدين فوق وبيضلوا يا توم بضلوا الحيران اتحي الديل إنا كنا لكم تبع لأنه هنا كنا متابعين لكم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء إتوا بتقدر تطلعون من النار ولا بتقدر تزحوا عننا جزء من العذاب تاع النار فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم قال لي يا الله أن إحنا زادنا كان الله هدانا كان هديناكم سواون علينا أجزعنا كوركنا أم صبرنا أها ما لنا من محس كوركنا صبرنا قاعدين جوء النار ما من نطلع منها الله سبحانه وتعالى جاب لينا مشهد من مشهد يوم الغيامة في سرطة الفرقان قالوا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني التخص مع الرسول سبيلا يا الله أنا لو اتخص مع الرسول صلى الله عليه وسلم طريق وهم اتبعوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ليه لأنه اتبعوا الطرق بتاعتهم المنحرفة والله سبحانه وتعالى قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون شكد يا أخوانا في زول بورو طريق الحق يقول لها دا طريق الحق ودا طريق الباطل يعني مثال بسيط بيقول لك دا طريق الطريق دا رضيف ما فوق رباطة ولا فوق شماسة بمسكوك والطريق دا آمن أمشي بيه والطريقة التانية دا فوق رباطة بمسكوك وفوق شماسة بيقطعوا طريقك في واحد بخلي الطريقة نظيف دا بيمسك الطريقة الكعب دا شكد الله سبحانه وتعالى قال إذا رأوا سبيل الرجد لا يتخذه سبيلا وإذا رأوا سبيل الغي يتخذه سبيلا أخوانا دا ما بتستغرب منه في الدنيا هنا عارف الطريقة الحق يهودا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لما آتاكم الرسول فخزوه وما نهاكم عنه فانتهوا كلكم يدخل الجنة قالوا كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يخوانا الطريقة الحق دا مبين في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في ناس الحق دا ما دايرينه ما بينه كل كله ما دايرين حق دايرين الباطل واتبعوا طرق الباطل شكد الله سبحانه وتعالى قال يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني التخذ مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا فلانا دي ممكن نخش فوق أي زول شيخ طريقة زول مجرم صاحب مضل صاحب سوء يا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وانا أختم يا أخوانا بآخر مشهد من مشاهد يوم الغيامة الله سبحانه وتعالى قال في صورة الأحزاب قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إلى يوم الدين يا ويلتا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا هذا ما تيسر شكرا للمشاهدة